السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أحباؤنا ومتابعينا في كل مكان أهلا بكم ما يقرب من ثلث سكان العالم يعانون من التهاب الجيوب الأنفية كل عام إن التهاب وتورم أنسجة الجيوب الأنفية بسبب ثراكم السوائل فيها مما يعزز نمو الجراثيم مثل البكتيريا أو الفيروسات أو الفطريات العدوى في نهاية المطاف تمنع الجيوب الأنفية التي تقلل أو حتى توقف تدفق الهواء تماما والأشخاص الأكثر عرضة لخطر الإصابة بالتهاب الجيوب الأنفية هم الذين يعانون من نزلات البرد أو الزوائد الأنفية أو الأشخاص الذين يعانون من قصور في الجهاز المناعي وتنقسم التهابات الجيوب الأنفية إلى أربعة أقسام وسنعرض لكم طريقة بسيطة للقضاء على التهاب الجيوب الأنفية في دقائق تابعونا التهاب الجيوب الأنفية الحاد يسبب أعراضا شبيهة بالبرد مثل سيلان الأنف وعادة ما تزول من أسبوعين إلى أربعة أسابيع التهاب الجيوب الأنفية تحت الحاد يستمر الالتهاب من شهر إلى شهرين التهاب الجيوب الأنفية المزمن يستمر الالتهاب لأكثر من شهرين التهاب الجيوب الأنفية المتكرر الذي يحدث عدة مرات سنويا التهاب الجيوب الأنفية عادة ما يسبب هذه الأعراض الصداع وتورم الأنف وآلام الأسنان والحمة ألم الوجه والسيلان الأنفي وفقدان حاسة الشم السعال ورائحة الفم الكريهة والإعياء ومن أجل تخفيف هذه الأعراض يلجأ العديد من الأشخاص إلى أدوية الجيوب الأنفية الصيدلانية لكن هذه الأدوية ترتبط بعدة آثار جانبية لقد ثبت أن هذه الأدوية غير آمنة للأطفال وهذه هي الأثار الجانبية الأكثر شيوعا التي تسببها معذة مضطربة وتقلب المزاج والحساسية والغثيان والدوخة وعدم انتظام ضربات القلب ومشاكل في النوم والهلع والهلوسة الحل في خل التفاح من أقوى العلاجات الطبيعية لالتهابات الجيوب الأنفية فهو يقول الجهاز المناعي ويحارب الالتهابات ويخفف من الأعراض ويزيل تجويف الجيوب الأنفية كل ما عليك فعله هو امزج نصف كوب من خل التفاح مع نصف كوب من الماء وقم بتسخين الخليط حتى يبدأ البخار بعد ذلك ارفعه من على النار وتستنشق البخار لمدة خمس دقائق مع إغلاق الفم والعينين كرر هذه العملية يوميا ستحصل على نتائج ثورية للوقاية من الالتهابات الجيوب الأنفية يجب تجنب الأشياء التي تهيج الأنف تحقق مما إذا كان التهاب الجيوب الأنفية ناتجا عن الحساسية وإذا كنت تعاني من الحساسية تجاه شيء يسبب أعراض الجيوب الأنفية المستمرة فستحتاج إلى علاجه وإبقاء الحساسية تحت السيطرة كوسيلة لمع التهاب الجيوب الأنفية المتكررة يجعلك دخان السجائر عرضة لالتهاب الجيوب الأنفية لأنه يضر بالعناصر الطبيعية الواقية للأنف والفم والحلق والجهاز التنفسي لذلك عليك بالإقلاع عن التدخين فورا جرب هذه الوصفة ولن تندم ستحصل على نتائج فورية جربها وأخبرنا عن النتائج في التعليقات وشكرا لكم على المشاهدة